مهم جداً في المساقعة إن مكوناتها تكون مستوية كويس وإن طعم كل مكوناتها يبقى واضح وقوي بس أهم حاجة إنها تبقى مش مزيتة رغم إن كل مكوناتها مقلية إلا إن في حاجات معينة لو خدتوا بالكم منها هتقلل من الزيت فيها جداً وأكتر مكون في الأكلة دي بيتميلي زيت للأسف هو البتنجان عشان كده في ستيبس معينة عملتها أقلل الزيت بيها البتنجان اللي بيستخدم في المساقعة هو البتنجان الرومي اللي هو الكبير ده فيه ناس بتحب تقشره بس أنا بحب أسيبه بقشره بيدي شكل حلو للطاجن المساقعة فمش بقشره قطعته بس مكعبات كبيرة ممكن تقطعه بأي شكل بس ده أكتر شكل بيليق على الطاجن بعد كده نقلته في سترينر ورشيت عليه ملح وغطيته بالملح كويس ودي أول خطوة في إني أقلل من الزيت اللي بيشربه عشان الحركة دي بتخليه نزل الميا اللي فيه يعني مثلاً أنا بعد ما سبته ساعة نزل كمية الميا دي ممكن على فكرة سبوه أكتر من كده كمان بعدها نشفته كويس وقاليته في زيت غزير كنت مسخنه على نار بين المتوسطة والعالية بس أقرب للعالية نزلته بالراحة كده في الزيت عشان عادةً بيبقى لسه فيه شوية ميا بالطرتش أول ما يلمس الزيت بعد ما استوى وبقى دلونه طلعته من الزيت وحطيته برضو في نفس السترينر بس المرة دي مش عشان أصف الميا المرة دي بقى عشان أصف الزيت اللي هو شربه في القلي وهو بصراحة بيشرب زيت كتير قوي يعني بصوا كل كمية الزيت دي نزلت منه بعد ما سبته يتصفى ساعتين ورأيي إن ساعتين دي هي أقل مدة تسيبوه يتصفى فيها ممكن 3 أو 4 ساعات كمان عارف هتحسوا إنها مدة طويلة بس لو ما عملتوش كده فكل كمية الزيت دي كانت هتبقى في الطاجن في الآخر غير إن طول فترة التصفية دي ممكن تعملوا حاجة تانية مش لازم تقفوا جنبه أنا مثلاً جهزت فيها بقيت مكونات المسقعة للبطاطس استخدمت منها نص كيلو يعني نص وزن البتنجان أشرتها وقطع طعم مكعبات أصغر شوية من مكعبات البتنجان عشان البطاطس حجمها مش بيصغر زي البتنجان بعد السوا وطبعاً لو عايزينها حرائقة استخدموا كمية الفلفل الحرائق اللي تحبوه قطعت الفلفل قطع كبيرة شوية كده قليت الفلفل ده برضو في زيت غزيرة على نار بين المتوسطة والعلي عشان بس ياخد طعم القلي كان هيبقى أحسن لو شلت البذر من الفلفل قبل القلي عشان بيقع في الزيت أو كنت على الأقل قليت الفلفل الأول سليم وقطعته بعدها ومش بقلي الفلفل كتير دقيقتين بس لحد ما يبقى شكله كده بعدين مكانه قليت مكعبات البطاطس وطلعتها لما بقيت دهبية ومستوية كويس كده النقطة السودة اللي عليها دي هي بذر الفلفل اللي اتحرق اللي قلتلكو عليه كمان عملت لحمة مع الصجر بالطريقة العادية جدا اللي بعمل بها اللحمة مع الصجر لأي حاجة تانية وعلى فكرة أنا عملت فيديو كامل عن اللحمة مع الصجر ممكن تشوفوه لو حبين بعد ما قالت كل حاجة بقى عملت الصلصة سيحت معلقة سمنة على نار متوسطة وهرست فيها من 3 ل 4 فصوص طوم كبار وقلبتهم ثواني بس لحد ما راحتهم ظهرت وقبل ما يتحمروا حطت عليهم ربع كباية خلب وحطت كمان عليهم حوالي كبايتين ونص عصير طماطم ومعلقتين كبار معجون طماطم عشان يقوي الطعم وقلبتهم وتبّلت الصلصة دي بمعلقة ونص صغيرين ملح ومعلقة صغيرة في الفلسود ومكعب مرأة بس ده اختياري وطبعا عشان الطماطم حطت نص معلقة صغيرة سكر قلبت كل ده كويس ودقت لازم الصلصة هنا تبقى ملحة شوية عشان أنا محطتش ملح في أي مكون من مكونات المسقعة التانيين غير اللحمة مع الصجر فالملح اللي فيها هو اللي شبهها يملح الأكلة كلها وطيت بعد كده النار وغطيت الطاصة وسبتها تغلي على نار هادية من خمس لعشر دقايق وكده ما بقاش فاضل غير راس الطاجن حطيت فيه البتنجان والبطاطس والفلفل واللحمة وغطيتهم بالصلصة ولو أنا شخص منظم كنت دخلته الفرن ليرز كده فوق بعض بس أنا شخص بحب العشوائية بالذات في المسقعة فقلبت كل الليرز دي في بعضها عشان كمان الوش اللي هيتاخد في الفرن يبقى فيه كل المكونات مش اللحمة بس لكن قلولي انتو بتحبوها عشوائية كده ولا منظمة دخلت الطاجن ده فرن كنت مسخانه على 220 لحد ما بلقت تغلي بعدين فتحت الشوايا من فوق لحد ما الوش تحمر وطلعتها لما بقى شكلها كده ريحتها كانت تحفة وبتبقى رهيبة وهي لسه سخنة وبتغلي كده من الفرن بس على فكرة المسقعة دي برضو من الأكلات اللي بحبها كلها وهي سقعة من التلاجة قلولي انتو بتحبوها ازاي ولو لسه بتتفرجوا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر